وإلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جمعي وتراجع رأس المال السوقي ثلاثة وسبعة من عشر مليار جنيه لغلاق عند مستوى ستمائة وعشرين وواحد واربعين من ألف مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي أكس تيرت عند مستوى تسعة ألاف ومائتين وخمس وخمسين نقطة لغلاق عند مستوى تسعة ألاف ومائة وتسع وسبعين نقطة منخفضاً بنسبة 82 ملماء بالمئة وفتح مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس تيرت عند مستوى ألف وسبعمائة وستن وثلاثين نقطة لغلاق عند مستوى ألف وسبعمائة وتسع نقطة منخفضاً أيضاً بنسبة واحد وثلاثة وخمسين ملماء بالمئة كما فتح مؤشر إيجي أكس هونرد الأوسع نطاقاً عند مستوى ألفين وخمسمائة وستن وستين نقطة لغلاق عند مستوى ألفين وخمسمائة وتسع وعشرين نقطة منخفضاً بنسبة واحد وستة واربعين ملماء بالمئة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.72 ملماء جنيها للشراء و18.80 ملماء جنيها للبايع اليورو 19.75 ملماء 19.84 ملماء الجنيه الإسرليني 22.88 ملماء 22.99 ملماء الدرهم الإماراتي 95 ملماء 12 ملماء أخيراً الريال السعودي 94 ملماء 5.1 ملماء 5.1 ملماء